في إطار حرس القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون وتبادل الرؤى مع الدول الشقيقة والصديقة قامت هيئة الاستغبارات العسكرية بتنظيم الحوار الأمني لملحقي الدفع الأجانب المعتمدين بالقاهرة لاستعراض رؤيات المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية والاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب وخلال فعليات الحوار الأمني ألقى لواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية كلمة أكد فيها الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها المستمرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما أشاد بالدور البارز الذي يقوم به ملحق الدفع من الدول الشقيقة والصديقة وأهمية البلغة في دعم ودفع علاقات التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة للدول يأتي ذلك في ضوء مساع القوات المسلحة لتقوية الروابط الوثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين وبحث أفاق التعاون المشترك في شات المجالات بما يعزز ركائز الأمن تبقى للمستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية